بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائي الطلاب مع مجال جديد من مجالات التربية الإسلامية مجال الآداب والأخلاق الإسلامية ودرسنا اليوم بعنوان السلامة المرورية في الإسلام أهداف درسنا لهذا اليوم هدفان وهما الأول أن يعدد الطالب آداب الطريق أن نعدد معا ما هي آداب الطريق ثانيا أن يستنبط الطالب حقوق الطريق من الحديث الشريف هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الطريق سنستنبط هذه الحقوق من هذا الحديث الشريف قبل أن نبدأ بتحقيق الأهداف سنقدم لذلك بمقدمة أسأل سؤالا ما أكثر التصرفات رعونة والتي تشكل خطرا على أرواح الناس في الطرقات لو سألتكم أبناء الطلاب هذا السؤال ماذا سيكون الجواب؟ من خلال رؤيتكم للطريق ما هي أكثر التصرفات رعونة وهذه التصرفات تشكل خطرا على أرواح الناس في الطريق أحسنتم من الممكن أن تكون السرعة الكبيرة السرعة الكبيرة تصرف رعوني يؤدي إلى إزهاق أرواح الناس في الطرقات ثانيا عدم الالتزام بقوانين المرور حينما لا يلتزم السائق بقوانين المرور يشكل خطرا على أرواح الناس في الطرقات ثالثا الوقوف عند الحوادث وتصويرها مما يؤدي إلى زحمة سير خانقة ثم بعد ذلك إلى التعدي على حقوق الناس المصابين في الحادث وهذا ممنوع بنص القانون إضافة إلى أنه ليس أدبا من آداب الإسلام ولا أدبا من آداب الطريق الهدف الأول أن يعدد الطالب آداب الطريق إذن دعونا في هذه العجالة أن نعدد معا آداب الطريق آداب الطريق أيها الأحبة كثيرة منها على سبيل المثال للحصر التراحم التواضع الحلم والصفح وإعطاء الطريق حقها هذه تعتبر من أهم آداب الطريق التي يجب على الإنسان أن يتأدب به سواء كان يمشي على أقدامه في الطريق أو أنه يقود السيارة أولا التراحم فالمسلمون فيما بينهم متراحمون متعاونون يساعد القوي فيهم الضعيف ويرعاه أثناء سيره في الطرقات ويقوم بإرشاد الضال إلى وجهته وإعانة المظلوم ونصرته وإغاثة الملهوف ومساعدته وهذا يعتبر من التراحم فالقوي يرحم الضعيف ويساعده ويرعاه وينتبه إليه ويأخذ بيده كي لا يصطدم بالسيارة أو أن يحدث معه أي مكروه لا سمح الله ثانيا التواضع فالمسلمون إذا ساروا في الطرقات ساروا بسكينة ووقار وتواضع لله تبارك وتعالى ولخلق الله عز وجل وأيضا ترو بهدوء بلا تجبر على خلق الله ولا غطرصة ولا تكبر على الناس امتثالا لقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا أي بسكينة ووقار ثالثا الحلم والصفح أنهم لا يقابلون الإساءة بالإساءة ولا الجهل بالجهل بل يحلمون ويرفقون بمن يسيء إليهم أو من يخطئوا في استخدام الطريق يرفقون به ولا يصرخون في وجهه ولا يزيدهم تكبر الآخرين إلا حلما وتواضعا هؤلاء هم عباد الرحمن كما ذكرت لكم في الآية السابقة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا يقابلون الإساءة بالإساءة بل يقولون لكل إساءة يردون عليها بالشيء الجميل والحلم والصفح أخيرا إعطاء الطريق حقها فهم يلتزمون بالآداب الإسلامية والأخلاق الرفيعة بعدم الإساءة في الطريق بأي شكل من الأشكال لأنه يعد ملكا عاما وليس خاصا هذه الطريق ليست لنا وليست لآبائنا إنما هي ملك عام لكل الناس ولكل إنسان الحق باستخدام هذا الطريق ضمن الضوابط الشرعية والقانونية المرعية وبناء على ذلك نعطي الطريق حقها فلا نؤذي أحدا ولا نرمي أوساخا في الطريق ولا نلقي قمامة من نافذة السيارة بل هذه الطريق ملك عام فلا يجوز لنا أن نستخدمها إلا وفق الآداب الإسلامية الرفيعة التي تحدثنا عنها وهي التراحم والتواضع والحلم والصفح وإعطاء الطريق حقها أعزائي الطلبة قبل أن ننتقل إلى الهدف الثاني نود أن نجري تقييما بسيطا لنتأكد من فهمكم للهدف الأول فأسأل سؤالا عن آداب الطريق ما هي آداب الطريق؟ استذكروا معي جيدا ما قد ذكرناه منذ قليل أحسنتم التراحم يعتبر أولى الآداب التي تحدثنا عنها منذ قليل فيرحم القوي الضعيف في الطريق ثانيا التواضع فيتواضع الناس لبعضهم البعض أثناء سيرهم أو استخدامهم للطريق ثالثا الحلم والصفح فيحلم بعضنا على بعض ويصفح بعضنا عن الآخر حتى تكون الحياة سليمة وتطبيق قوانين وأداب الطريق صحيحة وأخيرا إعطاء الطريق حقها نعطي للطريق حقها ولكن ما هي حقوق الطريق سنتعرف عليها إن شاء الله في الهدف الثاني من هذا الدرس الهدف الثاني أن نستنبط حقوق الطريق من الحديث الشريف تعالوا بنا لنقرأ الحديث الشريف ونستنبط منه حقوق الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر إذن غض البصر هو أحد أهم حقوق الطريق تعالوا بنا لنتعرف على بقية حقوق الطريق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام حينما سأله عن حق الطريق أولا غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذن قال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حقوق الطريق ما هي غض البصر نعم استذكيروا معي أيضا كف الأذى ممتاز رد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن إذا أراد أحدنا أن يجلس في طريق ما يجب عليه أن يعطي لهذه الطريق حقها أول حقوق الطريق إذا مر أحد من أمامه لسيما إذا مرت امرأة فيجب عليه أن يغض بصره ولا يطيل النظر إليها بأي حال من الأحوال وإلا لا يجوز له أن يقعد على قارعة الطريق ثانيا كف الأذى فرضا وجد شيئا في الأرض من الممكن أن يأخذه ويلقيه في القمامة ولا يلقي هو بنفسه القمامة في الطريق فإن شرب شيئا أو أكل شيئا ما يتبقى من ذلك من أوساخ عزكم الله لا يلقيها في الطريق بل يلقيها في المكان المخصص لذلك وكذلك رد السلام فإذا كان جلسا في الطريق ومر عليه أحد من أصحابه أو إخوانه أو معارفه أو ما شابه وسلم عليه يرد عليه السلام لأن إلقاء السلام سنة ولكن رده واجب على من سمعه والأمر بالمعروف يعتبر أيضا من حقوق الطريق فإن شاهدت شيئا ما أمرت بالمعروف مثلا أنت تمشي في الطريق ورأيت أصحابك يجلسون وأذن المؤذن لصلاة العصر أو صلاة المغرب تدعوهم معك إلى الصلاة فتتركون هذا المجلس في الطريق وتذهب مع زملائك إلى الصلاة في المسجد وإن رأيت منكرا من المنكرات تنهى عنه وتخبر أصحابه أن هذا منكر لا يجوز تنفيذه ولا تطبيقه ولا أن ترتكبوه لأنه يغضب الله تبارك وتعالى إذن هذه هي أهم حقوق الطريق التي نستنبطها من الحديث الشريف السابق الآن أود منكم من خلال الصورة أن تذكروا لي حقا من حقوق الطريق نريد استذكار حق الطريق من خلال هذه الصور أمامنا الصورة الأولى ترى إلى ما ترمز أحسنتم وبرك الله فيكم ترمز إلى غض البصر إن كنت ماشيا في الطريق وشاهدت امرأة لا تنظر إليها ولا تحدق بها بل غض بصرك وأدره إلى الاتجاه الآخر الصورة الثانية ولد يحمل حجرا من على الطريق ويريد أن يضعه جانبا ما هو حق الطريق في هذه الصورة؟ أحسنتم كف الأذاء الصورة الثالثة يردون السلام إذن رد السلام حق من حقوق الطريق وفي الصورة الأخيرة فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهذه هي الحقوق التي استنبطناها معا من الحديث الشريف نريد أن نغلق الدرس الآن وأسأل أسئلة موجهة أذكر أدبين اثنين من آداب الطريق تذكروا معي جيدا آداب الطريق التي ذكرناها من قبل أذكر أدبين اثنين من هذه الآداب أحسنتم التواضع والحلم والصفح بارك الله فيكم السؤال الثاني من حقوق الطريق التي وردت في الحديث الشريف هذا سؤال اختياري هل هو الحلم التواضع الصفح غض البصر أي واحدة من هذه الأربعة وردت في الحديث الشريف كحق من حقوق الطريق أحسنتم هي غض البصر السؤال الأخير وهو للأذكياء ماذا تتوقع أن يحصل لو لم يلتزم الناس بآداب وأخلاقية الطريق ماذا تتوقع أن يحصل أحسنتم ستعم الفوضى وتكثر الحوادث وينتشر الفساق في الشوارع ويسيء الناس لبعضهم البعض ويأخذ القوي حق الضعيف ويتكبر بعض الناس على غيرهم وهناك الكثير الكثير من الفوضى التي ستعم والأشياء السلبية التي ستحدث بسبب عدم التزام الناس بآداب وأخلاقيات الطريق وفي الخاتمة أشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته